دوماً صعوبة أي شيء تكون بالبداية بالخط الأول وبالهندسة المعمارية المرحلة الأولى بأي مشروع هي فعلاً جداً مهمة خلال السنين الدراسية الخمسة ولبعد في عنا عدة أفكار لازم نقدمها بشكل مشاريع كاملة نفس مشروع التخرج تماماً وكتلاب عمارة في عنا سؤال دوماً متكرر أنه أنا كيف بدي أبدأ بالمشروع؟ من وين لازم بلش؟ وشو هي المراحل اللي أشتغل فيها مشروع معماري كامل؟ بهذا الفيديو سأحكي على أحد المشاريع اللي قدمناها خلال السنة الماضية سأبدأ بالمشروع من الفكرة لطريقة البحث وكيف بلشنا وكيف اشتغلنا وكيف أقدمنا المشروع بشكل كامل تركيزي بهذا الفيديو مو عن المشروع اللي قدمناه بالذات لكن من خلال هذا المشروع بدي وصل عدة أفكار مهمة للمشروع المعماري في فكرة أساسية لازم نحكي عنا أنه أنت كطالب فالشي طبيعي ما يكون عندك الأفكار الفضيعة واللي مية بالمية من تفكيرك مرحلة التأسيس عادي إذا كنت عم تاخد وتستفيد من المشاريع الثانية واقعية أو مشاريع لمعماريين كبار لكن ما تعتمد أبدا عن نسخ واللصف مثل ما هو لأنه وقتا أكيد ما حد تستفيد وهذا غير أنه هو غش منتطلع على مشاريع مشابه لأنه في كتير مشاريع بالجوزة بحياتنا ما بنعرف شي عنا ولا زايرينا ولا شايفين شي منا وبالعالم العربي هذا الشي واضح عنا أكثر مثلا مشروعنا هات كان مركز انسجفاء طبيعي يعني معالجة بالأعشاب والزيوت والإبر وهي القصص وأنا بحياتي ما نشايف هيك شي ولا سمعان عنه وما أظن عنه بسوريا في هيك شي بداية أول مرحب المشروع بتكون قراءة النص إني أعرف شو المطلوب مني وبعدها لازم نبحث ونعرف كل شي عن هادي المشروع بدأنا نبحث عن أمثلة مشابهة ونشوف شو المعايير المطلوبة بهذا النوع من المشاريع طريقة البحث كانت بعدة اتجاهات مو كل المشاريع اللي شفتها هي مركز استشفاء طبيعية لكن كان في عندي عدة معايير ومتطلبات لازم أبحث عنه وأعرف عنه أكثر مثلا مثل المواد الصديقة للميئة وكيفية الربط بين الكتن منفصلة كونه كان عندي بمشروع عدة كتن منفصلة لازم أربط بيناتهم والحل الوظيفة لكل كتلة منه والمساحة المخصصة لكل وظيفة أيضا بهيك مشريع الدراسة النفسية والفيزيائية للمباني جدا مهمة فهي كانت العدة تنقاط مهمة ومركزية بالنسبة إلي خلال البحث كما وقع لبحث المشاريع يكاد يكون أفضل خيار هو الأرك ديلي لكن عندك تعرف شو تكتب بالضبط البحث فيه بيحتاج كلمات دقيقة جدا ليطلع لك نتائج مثل ما بدك وأيام بأخذ الكلمات المفتاحية وببحث على البنترست البحث على البنترست جدا متقدم وبستكبس على الصورة رحلة بيأخذك لموقع فأيضا هو خيار جيد وفي مشاريع بتضطر أنك تبحث على جوجل وكل شي بيطلع بطريقك طبعا هذا الشي بختلف المشروع لمشروع بعدما طلعنا عن المشاريع المشابهة وجمعنا المعلومات اللي بناياها نقول لازم أنه نصق هي المعلومات بطريقة مناسبة لهيك الفضل أن يصاوم ريزنتيشن على الباوربونت سواء طلبوا هذا الشي للجامعة أو لا وفعلا بفيدك شخصيا لأنه بجوز من فترة لتاني خلال شغلك من مشروع تضطر ترجع لهي المعلومات فهيك بتوفر على حالك أنه ترجع كل مرة تبحث من أول وجديد فمرحلة البحث والاطراع هي الخطوة الأولى بأي مشروع طبعا بعدما نكون على الأقل تطلعنا وقرأنا النص وعرفنا شو مطلوب ممكن نحكي عن مرحلة البحث بالتفصيل في فيديو الحال وحاول أنه تعطيها حق أو تبحث بشكل جيد على كل التفاصيل بعملية البحث لا تركز على اسم المبنى ومين المعماري وهي الأمور وتاريخ البناء وإذا حافظت معاك هاي الأمور جيد لكن ما هي الأساس بهمك تعرف المشروع أكتر الحل الوظيفي وكيف فكر المعماري أو المصمم خلال مرحلة التصميم هاي الأمور بتهمك كمعماري أكتر من المعلومات التاريخية وتاريخ البناء وتاريخ التمفيذ وحياة المعماري وبعملية البحث لا تكتفي بمشروع واحد حاول تطلع لعدة مشاريع مختلفة من بيئات تانية وهون في شغل كتير من الطلاب بيأخطقوا فيها إنه بيبحثوا وبيشوفوا مشاريع وبيحفظوهن وبس لهيك ركز معي بهي النقطة تماما ضروري بعد مرحلة البحث أنك تععد وتمسك ورق أو ألم وتبلش ترسم سكتشات وتحاول تطلع فكرة مبدئية واللي هي هتكون نتيجة البحث اللي اشتغلت عليه لا تحاول تتذكر المشاريع اللي شفتها لكن إذا خطر شيعة بالك فعادي ما في مشكلة المهم أنه ما تحاول تنقله تماما متى ما هو وحط فكرة وثنتين وثلاثة لا تكتفي بفكرة واحدة وهذا بيفيدك لبعدين أيضا حتحتاج بعد هاي المرحلة ترجع تقرأ النص بشكل أدق بعد ما تكون عرفت شو مطلوب منك بالضبط وبينها التصور مبدئي على المشاريع ولازم وقت تسجل المساحات اللي مطلوبة منك واللي المفترضة تكون طلعتها خلال عملية البحث لحتى يكون عندك تصور واضح لمساحة كل كتلة لهون السكتشات والأفكار بتكون بشكل مبدئي وشكل كروكي بدون منقياس وبدون نساء بعدها منبلش بدراسة الموقع نعرف طبيعة الموقع اللي عندنا والجوار والطرقات الأساسية وكيف الشمس والرياح وهي الموضع كلها دراسة الموقع ممكن نشتغلها أول خطوة بالمشروع لكن شخصيا أحيانا بأجلها لبعد مرحلة لأنه ما بيكون عندي أي تصور على المشروع ففضل أني ابحث وتعرف بشكل عام على المشروع وبعدها بدرس الموقع وبعد ما صلح الأفكار الأساسية اللي حطيتها وناقش الأساتزة فيها حيطلع عندي عدة أشياء وأخطاء بجوز ما كنت من تمهلة شخصيا لهيك ما مفضل أن يفوت بأي تفاصيل تانية قبل ما صلح الأفكار الأساسية المبدئية ولهيك قلت لك أنه ضروري يكون عندك عدة أفكار بالبداية ما تكتفي بفكرة واحدة وجوز في فكرة تكون أقوى من الباقي أو فكرة فيها مشكلة تلاقي فكرة أبضل منها لهيك من البداية حط عدة خطوات بديلة ممكن ترجع لها خلال المشروع بعد ما وصل لهي المرحلة بيكون لازم بلش بالتفصيل بالفكرة بشكل أكبر يعني هون خلصنا للسكتشات البداية ولازم ينبلش نفصل بالفكرة ونطورها بشكل أكبر وتطوير الفكرة بيضل لوقت التسليم هذا شيء عادي جدا وطبيعي وهون بينطرح دوما سؤال إنه منبلش من المسأط ولا من المنظور أو أيضا إنه منبلش بالموقع ولا الكتلة ولا كيف صراحة فيه كثير أمور بالعمارة ما نحكم فيها الجدال يعني كالمعماري إلو طريقته بالتفكير وغالبا كثير صعب أنك تحسن تعلم أو توصل للناس طريقة تفكيرك وهي فعلا من ميزات العمارة وأيضا من نفس الوقت من صعوباته في صنفين من المعماريين فيه مين بيبلش من المسأط من جوه لبره وفيه مين بيبلش من المنظور بالعكس من المعماريين المشهورين أنه بيبلشوا من جوه لبره المعماري فرانك الويدرايت كان بيبلش من المسأط من جوه لكن بيكون بباله وتفكيره الكتلة كلها كاملة من برة لهيك منلاقي انه المباني تبعه من سجمة بشكل كامل وفي صنف تاني هو اللي بيبلش بالمنظور من برة والشكل الاساسي لحتى يصل للتفاصيل مثل المهندسة المعمارية زوح هديد وكتير معماريين تاني وهي الطريقة هي اعام وبشتغل عليها المصممين بشكل اكبر بتلاقي انه حط الكونسبت اول وبعد اوزع المسقط على الفكرة او الشكل اللي حطته وكطالب عمارة غالبا الطريقة التانية هي هتكون افضل واسهل بالنسبة اليك واذا بلشت من المنظور اول فلازم يكون عندي تخيل وعنفكر بالمسقط حتى انا وعن اشتغل من برة وشما كان الشكل اللي عندك اللي اعتمدت عليه بالكتلة غالبا المسقط قادر انك تحله بهذا الشكل لكن العكس مو دائما بيكون سهل وهون في نقطة مهمة انه بهيك نمط من المشاريع اللي بتحتوي على عدة ابنية وخدمات ووظائف مختلفة بيكون من الافضل انك تبلش بالموقع العام ومثل ما انه ممكن اشتغل بالبداية كروكي وايضا ممكن ارسم موديول واشتغل عليه بمشروعنا هاد كان عنا موديول 5 ب 5 بتر وبعدها في شغلة بساوية انه بكون انا حاسب اساسا مساحة كل فراغ عندي فبيجمع المساحة ليطلع عندي مساحة كل كتلة لحال المساحات بيكونوا عاطنك ياها اما بنص المشروع او بيعطوك اسماء الوظائف وانت بدك تبحث وبقسم المساحة اللي بتطلع معي لطوله عرض مناسبين هاي الامور ممكن تتغير شوي لاحقا لكن مبدئيا هيك شغالة وفي ملاحظة مهمة جدا وانا شخصيا كتير عانت منه وما كنت اقتنع فيها لكن اخر فترة صار عندي شوي التفاهم واختنعت بالفكرة انه مو يعني اذا حطيت فكرة وبدأت تشتغل عليها انه هي ما عاد تتعدل ولو ناقشك ميت حدا بالنهاية الامور ما حتمشي مثل ما بدنا دوما كمصممين سواء بالجامعة او بعد بالجامعة في مين عمي ناقشك سواء شريكك يلي هو بالمشروع او المعيد او حتى الدكتور ولاحقا بالمستقبل كمان فحيكون عمي ناقشك زبون او عميل فنحاول انه صح نعرض فكرتنا وندفع عنا لأكبر قدر ممكن لكن بالنهاية ممكن في اشياء فعلا ما يكون معنا حق فيه وما اضطر نتنازل عنا وبعدني عم حاول نطبق هذا الشيء لو انه موسط للمرحلة اللي عم احكى عنا وبالنهاية لاخر دقيقة بالمشروع ممكن يكون فيه تعديلات وفي مشاكل ممكن يتواجهنا ولا نكونوا مفكرين فيها من الاساس وهي من الامور اللي بتعطي المشروع قوة انه بيكون في عنا فكرة وواجهة عدة مشاكل وتحديات لكن احسن نتغلب عليها ونطلع بالشكل النهائي للمشروع اللي عنا وبعد ما احل الموقع العام وقته بممكن اني ابدأ فصل بالمساقط وحلهم بالشكل المناسب وفعلا مثل ما انه كيف ما كان شكل الكتلة عندي انا ممكن حل المسقط فيه لكن مو من ما كان بيحسن يعمل كتلة حلوة ملهمة من المسقط وحتى وقت اجي اشتغل المسقط بجوز يكون فيه تعديلات على الواجهات والمناظير فهذا كمان امر طبيعي حاول يكون مردنين بهي العملية والمقاطع والواجهات هيكون شغلة تحصيل حاصل وقالنا انه هي الافكار بتكون تكونت وتطورت عندي خلال العمل بالمشروع لكن اتفصل فيها حاليا اكتر والمناظير والسكيتشات اللي اشتغلت عليها بالبداية بحاول نسقها اكتر وطلعها بشكل النهائي ورغم جمالية الاسكيتشات البدائية ومكانتها الخاصة عند المصمم الا انه بالعرض النهائي لازم بحاول رتب الامور اكتر وتكون متناسقة واهدأ وبعد ما تكون مشيت بالمشروع بشكل جي وفعلا صار عندك تصور واضح للمشروع وحتى بكون الموعد التسليم قرب وقتها بدك تنتبه من الموضوع جدا مهم ما اي رأي او كلمة سواء من معيد او رفيق او اي حدا ممكن تغيرك بحيث انه كلمة تاخدك وتجيبك بكتير احيان بيكون المعيدة عم نارد رأي شخصي انت مالك ملزم انه تطبقه 100% ولو كان هالشي ايام ممكن ينقص شوي من علامتك لكن بنهاية انت مالك ملزم وبزعا صراحة وقت شوف طالب قبل بيوم من التسليم عم يعيد الفكرة تبعه لانه المعيد او الاستاذ او حدا قاله انه هاي الفكرة مو تمام طالما انت مقتنع بالفكرة وشاغل عليها وباحث مني فكمل شو ما كانت الفكرة انا هاد رأي شخصي اما الناس اللي ما بيكونوا اساسا بلشي من المشروع الا قبل بيوم من التسليم فهدون ايهم ترتيب تاني هنا نعلم فيه وللصراحة بتفاجأ ايام من هدون بالتفاجأ ما بيسميه غريب انه في عالم فعلا بتبلش قبل بيوم من التسليم وبتشتغل ويطلع مع مشروع كامل كيف وشتون ما بارخ لكن اظن انه اذا منفصل اكتب المشروع فالحيط ما بيكون راكب على الحيط والفكرة بجوز جايبة من شي موقع هندي وهي الاشياء فعلا اتطير موجودة بالعمارة لدرجة انه ايام بيقولوا لي رفقاتي انه بهال واحد ممكن يتعذب ممكن انت نجيب فعلا مشروع كامل ويتعدل عليه شوية اشياء ويطلع خالص وما بياخد منك لا وقت ولا جهد وبرجع بقول الناس اللي بيفكروا بهذا الشكل وخلص انه هي القصة موضوع علامة وبس فما بعرف صراحة لي فاتوا عمارة فالعمارة فيها صعوبة فيها جمالية احيان نوع من الاشخاص غالبا ما بيحسوا فيه بنجيب الاخير لمرحلة التنصيق والاخراج النهائي وكون المشروع كان شراكي فكان تأسيم الشغل اسهل يعني انا مثلا علي اخراج المناظر والتحليلات وهي القصاص وشركي عليه التنصيق للبوسترات مرحلة الاخراج النهائية مهمة جدا لأي مشروع وايان فعلا بيكون مشروع جدا عادي وبسيط لكن طريقة عرضه جميلة وايان بالعكس تماما بيكون مشروع كتير همنية لكن طريقة عرضه جدا بسيطة ونحن بنحاول ان نجمع بين الشغلتين سواء انه يكون مشروع فعلا محترم وكبير وفي عليه فكرة مهمة بنفس الوقت طريقة تقليمه جميلة ومرحلة التسليم بتكون ساعدة كبيرة عن طالب العمارة مثل حمل ونزاح لكن في شغلة ممكن تصير فعلا بعد التسليم انه الطالب بيصير بنذكر اخطاء وانه يا ريت عملت هيك وما حطيت هيك شخصية مجرد ما سلمت المشروع بارتاح جدا وما عاد كتير فوت به النقاشات هذا اذا كنت فعلا عملت كل جهدي وكنت راضي على المشروع وقت اسواء المشروع جاب علامات عالية اولاء ما كتير بيكون الامر مؤسسر بالنسبة الي وشي طبيعي وقت تجي بعد سنة او سنتين وتطلع على المشاريع السابقة انك تضحق وتلاحظ كتير اخطاء وامور ما كانت جايفة وقتها لازم تنبسط لانك عم تتطور ومعنك بقيانة بمكانك بهذا المشروع صراحة كان الوقت شوي ضيق معنا وقالت بعد يماني بتمكن من البرامج الهندسية بشكل كامل لهيك فضلت ان اشتغل رسم يدوي فالمناظر والسكتشات اللي اشتغلتها هي كلها يدوي او المشاريع التانية اللي عم اقدمها هلا فلا الوضع اختلاف وطريقة تقديم كلها اختلفت اتمنى يكون هاد الفيديو اقدم لك شي مفيد بمفترض الجامعة تعلمني اياه انا وياك لكن الحال من بعضه مو قد نعود نشكي ونبكي لبعض هذا الفيديو كان متل مجهز سريع لطريقة تقديم المشروع واكيد سيكون في تفصيل لكل مرحلة لحال واخر شغلة اذا لقيت المحتوى والفيديوهات اللي عم اقدمها فيها فائدة فيا ريت انو تشارك هاد الشي مع رفقاتك ومع الناس اللي بيهمن هاد الموضوع هذا الشي بساعدنا حتى نحسن ينكمل المشروع بالاشياء اللي ماشين فيها بتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم اشتركوا في القناة